بالحقيقة هذا يعني ما يقوله السيد هاشم هو ليس بجديد هناك توجه عام داخل طبق السياسية وطبق طيف من المثقفين أن يدافعوا على هذه وجهة نظر بشكل مستميت يعني سواء كانوا على صوابه وعلى خطأ ولكن الجديد هو بأنه يقصف العراق جزء من العراق وتنتهك سيادة العراق ويأتي هؤلاء ويدافعوا عن هذا القصف هذا المستغرب هذا شيء لم تجدوا في أي دولة أخرى سوى في العراق بأنه أبناء البلد يدافعوا عن الجهة التي تنتهك سيادتهم ويقصف بلدهم هذا شيء مستغرب وبالحقيقة مثير للشمعزاز أيضا الجميع يعلم بأنه المبررات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية هي مبررات اتهامات غير واقعية وغير منطقية لا خليني أكمل كلامي رجان خليني أكمل كلامي رجان نحن نقول بالتحقق والتحقيق واللي يرفض القصف لماذا لا يرفض القصف التركي ولماذا لم يرفض القصف الإيراني السابق دكتور هاشم خلي سيد علي كمل فكرته ولك حق الرد بعد قليل راجع لك تفضل تفضل سيد علي يعني نعم يعني المبررات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية والمطبلين والمزمرين لها بالحقيقة هي مبررات واهية جدا لا تسلك على عقل سليم ترجمة نانسي قنقر